حيرة في العراق وترقب فحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي تحوم حول تمريرها الشكوك مؤخراً تحدد الخميس موعداً لعقد جلسة برلمانية يتم فيها التصويت على منح الثقة لتشكيلة علاوي الوزارية لكنه لا يزال يواجه أزمة عدم ثقة من مختلف القوى السياسية نتيجة منهجية اختياره لوزرائه ما يهدد إمكانية حصوله على موافقة البرلمان على تشكيلته وبرنامجه الوزاري الخلافات التي تعصف بين السياسيين والتأخر في إعلان الحكومة قد يدفعان بعلاوي وفق مراقبين إلى الاعتذار عن المهمة في أي لحظة ولا سيما بعدما وصف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رغبة علاوي بتأليف حكومة بعيدة عن الأحزاب بغير الواقعية وبدأ أن ذلك التلكؤ كما يصفه متابعون يخدم أساسا القوى السياسية الضاغطة منذ فترة لتحديد شكل الحكومة المقبلة وتركيبتها أما الآن فثمت هناك من يرى أن الفريق السياسي المناهض لعلاوي في طريقه لتحقيق الانتصار إذ تبدد الدعم السياسي الذي كان يعتمد عليه في ظروف غابطة وهناك مقربون من علاوي يقولون إنه رفض طلبات من قوى سياسية شيعية وسنية وكردية بإشراك ممثليها في الحكومة فانقلبت عليه وبدلا من أن تقول هذه القوى الحقيقة راحت تتحدث أمام الشارع عن أن تكليف علاوي لا يحقق مطالب المتظاهرين المرابطين في الشوارع منذ خمسة أشهر أو أن قرار التكليف لم يكن دستورية ولأن علاوي لم يختر كابينته وفق ما تسرب من أسماء أعضائها إلا أنها لم تكن على ما يبدو على صلة فعلية بالأطراف المتنفذة في الحياة السياسية وهي خيارات تسببت في غضب حزبي كبير حتى أن الدعم الصريح الذي كان يتلقاه من زعيم التيار الصدري مقتد الصدر بدأ أنه يتلاشى